أنت لما وصلت النصص النهائي في أعراب سجدت على أنت أحساس صحابي اللي هو يعني كان زمان اللي هو في الزواج يعني ما حصلش نصيب بس معرفتي ش أنت هجيت بقى في قراجج الثاني صحابي شفت في عينيهم فخر كله هو إيه زياد صحابي بناء زياد مش عارف إيه وكده فالموضوع بقى غريب بالنسبة لي اللي هو بدأت تحس بالنجومية آه لا كمان مش نجومية بقيت بدأت تحس بالاهتمام من الناس يعني كان قريبة ليا جدا وليت فيهم الفخر وفرحانين بيا فالموضوع كان حاجة كبيرة قوي بالنسبة لي طب دي كواليس اللي بروا البرنامج عايزة يعرف كواليس اللي جواه البرنامج بقى وفيش كواليس مع نجوة مع أحمد مع علي أنا ملحقتي الصراح ما معرفتش بس كواليس مع المشتركين كتير إيه بقى حاجة ما تنسهاش حصلت مع المشتركين في حاجة ما تنسهاش كان فريق أهوانا تيم كان كنا بنعمل كنا بنصور حاجة كده في الجواه في المسي فإيه فعملنا ههزرنا كل الاسطاف اللي كان بيصور عادوا يضحكوا وكلنا عادنا يضحكوا كل المشتركين الجمه هزرنا يعني اللي كان بيجينا على الشاشة احنا شايفينه ده هو ده اللي كان بيحصل في الكواليس كمان لا لا أكتر كمان وأكتر بقى اللي هو الضحك والهزار ومهيش أي 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 نفسنا بين المشتركين تماما كلنا أخوات وكمان في ميزة كلكو كاسبالين ايه صح وكمان في ميزة كلنا مواهم مختلفة فمحدش فيش أي اختلاف ما بيننا كل واحد ده موهبة كل واحد يعني يعني كلنا بنحب بعض ما فيش أي أي نفسنا خلص